موضوع الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي سيد علي مرحبا بك المرسوم الاقليمي الذي أصدره نيتشورفان بارزاني بإجراء الانتخابات في الخامس والعشرين من شباط المقبل هل سيكون باتا وملزما لكافة الأطراف الكردية؟ نعم مساء الخير عليكم على مشاهدين قناتكم الموقرة أينما كانوا هذا الموعد يعني جاء بعد الاتفاقات الأخيرة بين حزبين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي الكردستاني ووصول إلى نقاط مشتركة منها ضرورة إجراء الانتخابات يعني في أقليم كردستان وأيضا هناك موقف موحد في الانتخابات المجالس المحافظات خصوصا في مدينة كاركوك وأيضا الملفات الأخرى فيما يتعلق بالحقوق الدستورية لشعب أقليم كردستان بنسبة للحكومة الاتحادية فأنا أعتقد الاجتماع الأخير بين الحزبين كانت اجتماعا إيجابيا ونتائج إيجابية وهذه ثمار أحده ثمار هذا التقارب الذي تم في الأخير ولكن أيضا هناك ملفات أخرى يجب الوصول فيها إلى اتفاقات أخرى في الفترة المقبلة وفي اللقاءات المقبلة التي من المقرر أن تستمر بين الحزبين الديمقراطي الكردستاني والتحاد الوطني هذه الخلافات ربما خلافات داخلية في الإقليم هل توصلتم إلى حل ما يخفف من وطأة تلك الخلافات بين قطبي كردستان؟ بكل تأكيد قسم من هذه الخلافات كان يتعلق في الانتخابات وقانون الانتخابات ومفوضية الانتخابات هذه أعتقد تم حلها ولهذا رئيس الإقليم حدد هذا الموعد وأعتقد هذا الموعد كان هناك مقترحا يجرى بالتزامن مع انتخابات مجالس المحافظات لكن مفوضية العليا للانتخابات الاتحادي في العراق أعلن عدم استعداد لإجراء هذه الانتخابات في وقت واحد وبالتزامن لأنه ليس هناك إمكانيات فنية لإجراء هذه الانتخابات في يوم واحد فلهذا هذا التاريخ أنا أعتقد هو ملزم لجميع والجميع ممكن يلتزموا بهذا التاريخ وهو الأقرب إلى الحدوث بأن تجر الانتخابات في الخامس والعشرين شهر الشباط المقبل المفاوضات مع بغداد أفضت إلى إطلاق رواتب الموظفين بشكل غير كامل غير أن حالة من عدم الرضا تسود الشارع الكردستاني يريدون أكثر من ذلك ماذا يريد الإقليم حاليا من المركز؟ أستاذ محمد بالحقيقة الإقليم لديه حقوق واضحة وأرقام معلومة للجميع حصة الإقليم من الموازنة هو 16.700.000.000 أيما شهريا ما يعادل تريليون و391.000.000.000 كل ما وصل هو 400.000.000.000 لا يمثل أقل من ثلث المستحقات حكومة إقليم كردستان أوفت بجميع متطلبات الحكومة الاتحادية ملف النفطي بكاملة تصدير النفط متوقف بشكل كامل والملف أصبح في يد الحكومة الاتحادية هناك بالحقيقة تلك في تنفيذ الاتفاقات هذه الاتفاقات كلها تم حسمها خلال المحادثات على تشكيل تحالف إدارة الدولة من ضمن التصويت على قانون النفط والغاز في مدة أقصى بعد ستة أشهر من تشكيل الحكومة وهذا ما لم يحدث وهذا القانون إذا تم إصداره سوف يضع كثير من النقاط على الحروف ويحسم كثير من هذه الإشكالات الدائرة بين الحكومتين وحاليا إذا كانوا يعتكزون على مسألة الموارد الأخرى الموارد الغير نفطية هي لا تساوي أكثر من 300 مليار في أفضل الحالات وهناك نفقات تشغيلية لوزارات ومؤسسات إقليم كردستان ومصاريف أخرى فبهذه المبالغ لا تستطيع حكومة إقليم كردستان دفع رواتب الموظفين وسوف ندخل أيضا في إشكالات أخرى مع رواتب الموظفين هذا الحكومة الاتحادية يجب أن تعامل موظفي إقليم كردستان أسوة ببقية موظفي العراق وأن تدفع رواتبهم بالكامل تستقطع هذه المبالغ من حصة الإقليم من الموازنة سيد علي قبل قليل تحدثت وسائل إعلام حول ملف إدارة النفط من قبل سومو وقالت بأن هناك تطورا جديدا يخص هذا الملف وهو بإشراك إدارة كردية مع سومو هل لديك تفاصيل عن هذا الاتفاق؟ هذا الاتفاق تم حتى قبل التصويت على قانون الموازنة بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان وتم التوقيع عليه بين السيد محمد الشاعر السوداني والأستاذ مصور البرزاني على أن يتم تصدير النفط إقليم كردستان من خلال شركة سومو وأن يكون نائب رئيس شركة سومو هو من المكون الكردي ومن الشعب الكردي لكن هذا حل كان مرضي للجميع الأطراف فأعتقد هذا هو الأقرب إلى الحدوث وأن يفتح حساب مصرفي خاص تحت إشراف ديوان الرقاب المالية الاتحادي وتصرف حكومة إقليم كردستان وتوضع جميع واردات النفطية والغير نفطية في هذا الحساب ومن ثم تعمل مقاصة مع حصة الإقليم من الموازنة ويتم استخدام هذه الأموال لدفع رواتب الموظفين وأيضا للبنية التحتية والتنمية في إقليم كردستان شكرا جزيلا لك عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني علي الفيلي على كل هذه المعلومات